بص هدرب لك مثل بسيط دون أن نذكر أي أسماء ولا مركات ولا حاجة خالص اللي عملوا المصريين المراضي المراضي يختلف بالكلية عما كنا نتحدث عنه سنة 2000 و 2001 ويلا نقاطع كذا ونعمل كذا المصريين كانوا نصحين أمي بصراحة ولما أخدوا قرار إحنا هنقطع منتجات ده إحنا هنستبدلها بالمحلي جي لي ولجاء الأصغر يعرفوا شركة معينة كنا نحب نشتري منها يعني حاجات حاجة سائعة وبعدين ما بقعد الشركة دي ما بقاش زي زمان وبقى إنا بنشتري منتجات تانية مستورادة عالمية صحيح بنت تتعمل في مصر وما قدرش نكر على الإطلاق وبالمناسبة فتحة بيوت مصريين كتير قوي قوي احنا بنتكلم على آلاف من العمال بيشتغلوا في صناعة موجودة عندنا في مصر بنتكلم على استثمارات أجنبية ممكن يبقى فيها كذا ولا كذا وارد يجوز عايز تسميها أيوة أكيد يا سيدي أكيدين مش دي القصتي انا بتكلم على آلاف العاملين موجودين في مصر مصريين بيوت متفتحة ولقم تعيش لكن المشهد هنا تبص عليه إزاي بقى إننا لو حبيت المصري بقى لو حبيت أنطق أكبر المنتج المحلي بتاعي أقدر فالشركة اللي كان جيلي والأجيال الأكبر تعرفها كويس وجي العيالي والله صغر ما يعرفوش عنها حاجة تقريبا إلا لو شافوني مسك منها يعني فيسألوني فقعد أحكي لهم الحدوتة وقول لهم دي أحلى حاجة تشربها مع البسكوت كنا كده وإحنا صغنانين يعني حلوة صغنانين دي مهم فترتفع مبيعات الشركة دي تلتمية في المية خلال أيام معدودات أنت كده فتحت باب رزق أيضا لمئات أو ألاف العمال في هذه الشركة بس كده لا ده أنت لو كملت يمكن الشركة دي بعد كده تبدأ تعمل تتوسع يمكن بدل المصنع نكبر يمكن المصنع نفسه نجدد المعدات اللي فيه قال لا طب ما نكمل كده على طول فيه خناءة مافيش خناءة فيه حرب مافيش حرب بص يا مولانا الحلول جاية جاية هنصل لحل الدولتين مبادرة السيسي هتحصل هتحصل خلينا بس فاكرين هتحصل هتحصل لا إسرائيل حمل لا إسرائيل حمل الاستمرارية في هذا القصف وهذا العدوان الوحشي مهما بلغت قدراتها الوحشية نفسه قصيره مايستحملش واقتصاده مايجيبش فهيوقف غصب العدو طول ما فيه ضغط هيوقف بعد ما هيوقف هنعمل إيه آه لا ده احنا لازم نقعد على الترابيزة هنستنى لحد ما الدرب ده يوقف نحن لازم نقعد أفكر من دلوقتي في سيناريوهات ماذا بعد وقف إطلاق النار والقليات إيه وهنعمل إيه وزي نقدر نفعل حل الدولتين وهنتحرك في أنهي دوائر ونروح عند مين في أمريكا ونتكلم عن مين الأوروبيين ونتكلم عن مين هنا ونتكلم عن مين هناك ونشتغل إزاي ونعمل مجموعات عمل شغل ده كده سياسة طف تعالي على اللي كنا بنتكلم عليه بس كده لأ ده فيه مصنع شوكولاتة مصري تاريخيا مصنع بتاعنا اللي بنحبه طب والله طعمها أحلى تلاتين مليون مرة من نوع ولا تمن ولا تلاتة من المستورد وسكرها أخف وبيعملوا بقى شوكولاتة داكنة اللي هي الدرد شوكولات حب الكبير والأول والأخير أحلى مليون مرة من تلات أربع أنواع مستورد انزل اشتريها ودوق وانبسط وعلم عيالك يشتروها هتلاقي الشركة بتكبر والمصنع بيكبر وبيفتح بابرز أكتر وهكذا بس كده لا دي نلاقيها بتتصدر في المنطقة وبتتصدر في إفريقيا وتتصدر لأوروبا معمولة حلوة حلوة يعني المشروب دا والشوكولاتة دي واللبان دا والبنبوني دا والأميس دا والجاكت دا والمج دا بص على الزاوية بشكل أكثر اتساعا بكتير لو أنت عاوز تنطأ المنتج بتاعك وترفعه السماء تقدر بالمناسبة أنت منتجك مش معيوب أنت بس استسلمت البروباجندا تفهع عبيطة على أنه مصري ياي هات المستورد بجد البنطلون اللي أنا لابسه دا كنت فاكره زمان مستورد طلع مصري ماركة وحلوة وشياكة مصري هو البرنامج دا بتاعنا صح كنتينر متحدة اتفرقته على الكنتينر بتكلم أجد اللي عمله داود ممثل الجميل الضريف اللطيف أنا بحب داود دا جدا جدا معرفش دي عمري ما شفته خالص بحبه 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 بخيني أبتسم واتحك مش كوميدي هو مريح تحس أنه صاحبك أخوك ابنك يعني يعني أنا معجزتش قوي كده وداود من الزغير قوي كده بس هو كده أنا بحبه أو الكنتينر دا قعد تفرج عليه موجود على واتشت قعد تفرج على الكنتينر شوف كام منتج بيتعمل بقدين المصريين هتيجي تقول لي ما هو دي مركات أقولك يا عم استنى بس تقدر تعمل منتج محلي 100% براند 100% سميه أي حاجة سميه زاكي هو مش أنت اللي بتصنع دا آه أنت اللي عمل البنطلونات دي أيوة أنت اللي عمل الأمصان دي أيوة أنت اللي عمل الأحزائي دي أيوة أنت اللي عمل الكربطات دي أيوة أنت اللي عمل مصري يا أمير يا طيب يا أمير الأمرة هو مصري الجينز هنا بيتعمل هنا المكن هنا العمال هنا الموظفين هنا المهندسين هنا صاحب المصنع ابننا مصري يعني مش ابننا يعني أكيد مش ابننا ما قال لأ إنت لين المنتج الموظفين إيه اللي مقلقك يعني